من جهة كشف الرئيس التركي رجب طي بردغان أن اجتماعاً آخر سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مشيراً إلى موافقة أنقرة على انضمام ستوكولم إلى النيتو الهدف الرئيسي من وراء المشاورات التي نقودها حالياً هو تأكيد موقف السويد بشأن مكافحة الإرهاب أما بالنسبة لعداد المجرمين الذين ينبغي تسليمهم للسلطات التركية فبغض النظر عن عددهم 30، 70 أو حتى 100 كلها تفاصيل سنحرس على مناقشتها بشكل منفصل